بسم الله الرحمن الرحيم. ابناء طلب الطالبات الصف الاول. اهلا وسهلا بكم. في حلقة جديدة في مادة اساسيات الهندسة الكهربية صناعات كهربية. طبعا كل صان طيبين اه انتحاناتنا خلاص. تقريبا بدأنا انتحانات اهوت. فاحنا بدأنا من زبق الحلقة اللي فاتت. اه حاجة اسمها كده مراجعات عامة على المنهج كله كمادة اساسيات الهندسة كهربية للتخصصات التلاتة. النهارة ان شاء الله هنكمل برضو مع بعضنا المراجعة اللي فيه حلقة خصصناها للمسائل. يعني كان فيه استفسارات كتير قوي على المسائل اللي هي قانون قوم وقانون كيرشوف ونظريت سيفنين وازاي نحسب المقاومة وازاي نحسب الطيار اللي ماشي في المقاومات على التوالي وعالتوازي. عملنا حلقة كاملة على المسائل اللي هخدنا اكتر من حوالي اتناشر مسألة حللناهم مع بعضنا هنا. والنهار ده بقى ان شاء الله هنتكلم على الجزئات الفنية اللي هي الجزء النظري قوي يعني هنتكع كده على المادة هنجيبها كده بزا ما قلنا قبل كده في مجموعة حلقات او في مجموعة كده كومنتات صغيرة او زي كده محطات القطر او محطات المترو كده. هنقف عند المحطة الاولانية. نتنيل لمحطة تانية. نتنيل لمحطة تالتة. وكل المحطات دي ان شاء الله توصلنا لبر الامان وان شاء الله نجيب اذكر علي او كده في المتحان ونبقى طلعين كده الترمي الثاني ان شاء الله محققين اعلى درجات التفوق في مادة اساسيات الهندسة الكهربية اللي انا شايفكم مهضوضين منها مع ان انا بتهايلي كده مادة جميلة جدا بتعلمنا الفيزياء الكهربية بتوصلنا مبادئ كده وبتأسسنا وتوقفنا على ارض صلبة واحنا شغالين في المادة دي مع بعضنا الجزء الاولان اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في حلقتنا النهاردة حاجة اسمها الدالة الكهربية ومكوناتها هنتنقل بعد كده لنقطة مهمة جدا في بعض التعريفات اللي هتقابلني في حياتي انا كراجل فني كهرباء او فني تركيبات كهربية او فني الكترونيات او فني حاسبات في بعض المصطلحات كده هفضل في قولة شغال عليها وفي تانية شغال عليها وفي تالتة شغال عليها حتى لما اطلع ان شاء الله كده تعليم عالي او سوق عمل هلاقي برضو المصطلحات دي كتير بتقابلني زي الطيار زي الجهد زي يعني ايه مقاومة طب المقاومات اللي ده ايه من جوة والمكسف ده اصلا ايه وزيطه في الدارة الكهربية وبتوصل في الدارة ايه توالي ولا توازي ويمتى وصلوا توالي ويمتى وصلوا توازي واعمل مقارنة كده بينه وبين المقاومات بتنقل بقى الحاجة اسمها التأثير المغناطيسي للطيار الكهرابي وخدنا قبل كده حلقات كتيرة وقلنا ان المغناطيسية والكهرباء تعتبروا كده نسيج واحد وروحهم في بعض ما فيش كهرباء من غير مغناطيسية وفيش مغناطيسية من غير كهربية فالاتنين كده بيكملوا بعض هنشتغل على المجال المغناطيسي بيجي منين وازاي نحدد اتجاهه ونتنقل بعد كده البعض النظريات الكهربية زي قانون فرضاي وقاعدة فيلم انجلاد اليمنى وقاعدة امبير وماكسويل ونتنقل بقى في عجالة كده على طول للنظرات الهندسية الكهربية اللي هي بيسموها تحليل دواري الكهربية زي نظرية سيفنين زي نظرية كيرشوف ونشوف القانونين بتوع كيرشوف غيروا الدايرة وقلبوها احنا كنا شغالين على قانون قوم ان الجهد بيساوي الطيار في المقاومة فجئنا ان واحد اسمه كيرشوف واحد اسمه سيفن قال لي لو عندي كزا مصدر ولو عندي كزا نقطة مجموعة الطيارات الداخلة بيساوا مجموعة الطيارات الخارجة وسيفن عمل بعض الخطوات كده عملناها هنا مع بعضنا واحنا شغالين في حلقات اساسيات الهندسة الكهربية واشتغلنا وصلنا انا يعني مع الاعتقادي وصلنا بر الامام فيها في الحتة ديك وقطع نشوط كيبير او فيها تعالوا بقى كده نبدأ على بركة الله حلقتنا النهاردة عايزكم تركزوا وراءوا قلم كده وتبقى معايا كده مركز لان المصطلحات اللي هتقابلنا النهاردة معظمها هيقابلنا زي ما قلنا مش شرط عشان نجيب الزكور عالي في اللجنة او في الامتحان لا ده حياتي بعد كده مبنية على القوانين اللي هنشتغل لها النهاردة دي في كل حاجة في الكهرباء نبدأ كده على بركة الله اول حاجة اشتغلنا عليها الدائرة الكهربية لما جير عرفنا الدائرة الكهربية مع بعضنا كده قلنا هي مصار مغلق للطيار الكهربي حيث يمر الطيار الكهربي من النقطة الاعلى جهدا الى النقطة الاقل جهدا يعني انا لو عندي دائرة كهربية والدائرة الكهربية دائماة فتوحة ما ينفحش اقول عليها دائرة كهربية لازم الدائرة الكهربية تكون مغلقة عشان الطيار الكهربائي مش يمشي في مثار مفتوح? لازم الطيار بتاعي يمشي في مثار مغلق. وبيمشي من النقطه الاعلى جهدا. اللي هي المصدر الى النقطه الاقل جهداً. رايح للحمل بقى. رايح لللمبة. رايح للغسالة. رايح للخلاط عند مامة في المطبخ. يبقى الدائرة بتاعتي لازم تكون مغلقة تماما. عشان الطيار الكهرابي يمر في. طيب. الدائرة الكهربائي دي هل لها عناصر? طبعا. اول عنصر عندنا ادي شكل الدائرة الكهربية قدامنا هي العنصر الاولاني اللي هتكلم عليه اللي هو المنبع يبقى رقم واحد عندنا اولاد اسمه المنبع وده ممكن يجيلي سؤال في الامتحان يقول لي ما هي عناصر الدائرة الكهربية موضحا ايجابتك بالرس برسم له دائرة زي اللي انتم شايفينها ده هي فاحمل مقاومة وفيها حاجة اسمها تحكم وحاجة اسمها مفتاح حماية ووقاية وفيه هنا البطارية او المنبع ودي اللي شايفينها دي كلها اسلاك توصيل وبرافو عليكم سامح حد كده بيقول لي يا مستر الدائرة الكهربية هنا مفتوحة قلت له اه مفتوحة طبعا لازم عشان تبقى دائرة كهربية مغلقة لازم المفتاح ده يتقفل برافو عليكم عشان نسميها دائرة كهربية عشان اتفقنا في الاول خالص ان الدائرة الكهربية ما صار مغلق تعالوا بقى نتكلم كده على اول عنصر المنبع المنبع عندنا نوعين منبع طيار متغير ومنبع طيار مستمر وخد نشط كبير اوه في منبع الطيار المتغير وقلت لك اللي هو موجود عندنا في البيت موجود في الشارع موجود في الشركة موجود في المصنع موجود في المدرسة الطيار اللي عندنا كله طيار متغير القيمة والاتجاه اللي هو في البريزة اللي عندنا او في الفيشة اللي في البيت المنبع التاني اللي عندنا اسمه منبع طيار مستمر يعني ايه منبع طيار مستمر اللي هو البطارية بتاعتنا حجر الالم اللي احنا ما نحطه في الرموت كنترول ده يعتبر طيار مستمر. بطارية الموتوسيكلة او بطارية العربية دي طيار مستمر. الديزل بتاع الافرح كده لما نبقى ماشيين كده ونشوف ديزل كبير منور الفرح كده او في القاعة ده اسمه طيار مستمر. الطيار هنا ايه? يبقى احنا عندنا المنابع نوعية. منابع طيار متغيرة ومنابع طيار مستمر. رقم اتنين عندنا هنا اسلاك التوصيل. الاسلاك اللي بتنقل الكهرباء بقى اللي هتاخد الكهرباء او الطيار الكهرابي من المنبع تنقلوا لغاية الحمل. تنقلوا بقى لغاية الخلاط الغسالة التلاجة اللي انت عايز توديه توديه. يبقى الاسلاك دي كلها تصنع من النحاس او الالمونيوم وتستخدم بكسرة اسلاك النحاس في البيوت اللي عندنا. لكن لما جنقل طاقة كهربية او قدرة بستخدم كابلات او 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 موصلات تصنع من الالمونيوم لان الالمونيوم بيبقى ارخيص التمن شوية بيبقى خفيف الوزن عن النحاس بيبقى عمره الافتراضي ممكن يقول كويس بيزايه زي النحاس بس ده بندور طبعا على الخامة كويسة زائد السعر القليل. رقم تلاتة حماية وتحكم. ايه المقصوب بقى بكلمة حماية وتحكم? المقصوب بكلمة حماية ان انا بحط في الدايرة هنا حاجة اسمها المصر. المصر ده اللي احنا بقول عليه لوحة التوزيع اللي في البيت عندنا بتلاقي فيه مفاتيح كده لو فيه لقدر الله حصل قفلة ولا حاجة بتلاقي المفتاح سقط ولو اول ما تسلح القفلة او العطل اللي عندك ترفع المفتاح تلاقي الدايرة بتاعتك اشتغلت والبيت نور وزي الفل. يبقى هنا فيه حاجة عندنا في الدايرة لازم تكون حماية انها بتحمي الدايرة من اخطار الطري الزيادة بتحمي الدايرة لو حصل عطل او قسر او اي مشكلة حصلت في الدايرة بدل ما تسبب لي كارسة او مشكلة او حريقة او انفجار لقدر الله الحماية دي بتفصل الدايرة خالص وتأمن لي لغاية لما خلص الدايرة بتاعتي اوصل الاء الدنيا زي الفل. التحكم بقى هنا المقصوب بيه المفتاح اللي انتو شايفينه ده هوت. لو انا ضغط عليه الدايرة تكمل لو انا فتحته الدايرة تفتح. زي بالزبط كده مفتاح اللامبة اللي عندنا في البيت. لما بضغط على المفتاح ده هوت اللامبة بتيد. قفلت فتحت المفتاح اللامبة بتطفي. فهنا سموها تحكم اللي بيشتغل في متحكم في الدايرة. رقم اربعة والاخير يا ولاد الاحمال. الاحمال هنا بقى ممكن تكون احمال مادية احمال حسية احمال سعوية. يا مصر الحاجات دي احنا لسه صغτη عليها. لأ مش صغرين ولا حاجة. الاحمال هنا المقصود بيها اي حاجة بتستهلك طاقة كهربية بيسميها حمل. يعني لو حطينا لمبة تبقى حمل حطينا التسجيل راديو صغير حطينا راسيفر حطينا موبايل للشحن بتاع الموبايل كل دي يسميها احمال كهربية لانها بتستهلك طاقة كهربية. نرجع بقى لعنوان النهاردة عناصر الدالة الكهربية قولي تنقسم الى منبع كهربي اسلاب توصيل حماية وتحكم احمال. طيب. في جزء بقى هنتعرض لها على طول كده اول تعريف بقابيني في سنة اولة تخصص صناعات كهربية الجهد الكهربية. يعني ايه جهد كهربية? من اسمه كده? الجهد ده عبارة عن شغل. عبارة عن ايه? عبارة عبارة عن شغل. يعني ما يكون عندي كده في البيت شوية حيات كده من الها من مكان لمكان. بقول ده نتعبت النهاردة وبزلت مجهود. اه هو بالزبط الجهد الكهربية ده عبارة عن شغل كهربي لازم عشان ننقل الشحنة من مكان لمكان. يبقى الجهد الكهربية كده في ابسط تعريفه هو عبارة عن شغل عشان ننقل الشحنات الكهربية من نقطة لنقطة تانية. من مكان لمكان تاني. ده اسمه جهد كهربي واتفقنا مع بعضنا واحنا شغالين في حلقات هنا اساسية هندسة كهربية في التلفزيون المصري ان الجهد الكهربي ده هوت بيتأس بوحدة اسمها الفولت. وبيتوصل في الدائرة على التوازي جهاز اسمه الفولتاميتر. طب يا مستر. في حاجة تانية برضو هتقابلنا كتيرا اسمها القوة الدفعة الكهربية. رنبل مزلاب الرمز اي ام ايف. والقوة الدفعة الكهرباء دي برضو زيها زي الفولت. لانها تعتبر برضو نفس الوحدة بتاع القياس هي القوة التي تجبر الشحنات الكهربية على الحركة. من النقطة المنخفضة الى النقطة المرتفعة. يعني هي بقى دي بتجبر الشحنة الموجبة انها تتحرك من نقطة ذات جهد منخفض الى نقطة ذات جهد مرتفع داخل مصدر الطاقة الكهربية وزيها زي الجهد الكهرابي بتتقاس بوحدة اسمها الفولت. يبقى الفرق بين الجهد الكهرابي هو شغل مبزول عشان ينيل الشحنات من نقطة النقطة لكن القوة الدفعة الكهربية كده من اسمها بتدفع. بتدفع مين بقى? بتجبر الشحنات الموجبة على انها تتحرك من نقطة جهدها منخفض لنقطة جهدها عالي او جهدها مرتفع. دي بيسميها القوة الدفعة الكهربية واحدة قياس يا أولاد هو الفولت اللي اتفقنا معيه زي الجهد الكهربية فيه مصطلح برضو هيقابلني كتير قوي بقى اللي هو الطيار الكهربية يعني طيار كهربية الطيار ده هو عبارة عن معدل صريار الإبترونيات في موصل خلال الثانية الواحد واحد يقول لي يا مستر وحدة وحدة كده يعني يه الكلام ده لو أنا دلوقتي عندي دائرة كهربية فيها مجموعة من الشحنات الكهربية من اللي بيبزي المجهود عشان ينقل الشحنة من مكان لمكان الجهود الكهربية طيب الطيار بقى ده ايه ده بقى عبارة عن مجموع أو هو معدل ماشي أو صريان الشحنات كلها في السلك خلال ثانية واحدة وبتقاس بجهاز اسمه الأميتر أو الأمبيروميتر وبتوصل في الدائرة على التوالي ووحدة قياس الطيار الأمبير عايز الأولاد معايا كده النهاردة ورق وقلم ونكتب الحاجات دي مهمة جدا تيجي اختياري تيجي عرف تيجي اكمل تيجي صح وغلط يبقى انا عارف ان الطيار الكهربية لما جاء اقولك هو ايه اللي هو معدل سران الالكترونيات في موصل او هو معدل سران الشحنات الكهربية في موصل والموصل ده هو بيبقى في الدائرة الكهربية والجهاز اللي بيقس للطيار اسمه الأميتر أو الأمبيروميتر وبتوصل في الدائرة على التوالي ودي الحكمة قلناها قبل كده عشان خاطر مقاومته الداخلية بتبقى صغيرة جدا طيب تعالوا بينا بقى نتعرض لحاجة تالتة المقاومة الكهربية يعني مقاومة كهربية المقاومة الكهربية هي مقاومة الاجزاء المختلفة المكونة للدائرة الكهربية بتحد من شدة الطيار وتقاس بوحدة القوم وبرمز لها بالرمز اللي انتوا شايفينه دهوت او العلامة اللي عاملة زي العلامة المنقلة اللي احنا بنشتغل بها في الحساب طيب تعالوا كده نقول يعني ايه مقاومة لو انا دلوقتي مسك لان هديك مثال صغير واحد كده مسك خرطوم مية وبيرش شوات مية وحد كده جيه غلس عليه وراح جاي ده يسعد خرطوم ده برجله ايه اللي بيحصل للمية اللي بتطلع من خرطوم كيمتها بتقل طب لو شار رجله كيمتها بتزيد اهي المقاومة هي شغلتها في الدائرة كده بتحد من شدة الطيار الكهربية وكل ما المقاومة تبقى كبيرة كل ما الطيار يبقى صغير جدا لان الاتنين دول دايما كده عن نقيد المقاومة تجبر الطيار بيقل طيب في بقى عندنا هنا حاجة اسمها القوم ايه القوم القوم ده خدناه قبل كده من شوية انه هو واحد القياس المقاومة لكن لما اجعل رفع اقول هو ايه هو مقاومة الموصل اللي بيمر بيه طيار شدته امبير واحد وفرق الجهد واحد فولت يعني ايه الكلام ده يا مستر يعني انت قلتلي المقاومة بتحد من شدة الطيار طب بقسة بالايه واحد القياسة القوم نسبة للعالم اللي اختراعها طب مقاومة الموصل بقى لما اجعل رفع اقول لك عرف القوم قول ليه هو مقاومة الموصل اللي بيمر بيه طيار شدته امبير واحد يبقى الطيار اللي ماشي في السلكة قديه برافو عليك امبير واحد طب وفرق الجهد قديه اولاد برضو هيكون واحد فولت يبقى الجهاز اللي هيقيس القوم ده هو اسمه الاو ميتر والجهاز ده هو ممكن يتوصل في الدايرة بالطريقة اللي بتبعي الحمل مباشرة مباشرة قانون قوم بقى وعندنا واحد اسم قوم جابت تلاتة دول اللي هو الجهد والطيار والمقاومة وراح جاي عامل بينهم كده تجانس وقال لهم تعالوا بقى انتوا كده مع بعض لو انا جيت قلت فرق الجهد في اي دايرة كهربية بيساوي ايه برافو عليكم قول لي حاصل ضرب المقاومة في الطيار يعني انا لو عندي اي دايرة كهربية وعايز احسب فرق الجهد في الدايرة الكهربية ده هي هضرب شدة الطيار في مقاومة السلك مو من هنا بطلع بقانون قوم ودي الصيغة الرياضية لقانون قوم ان الجهد الكهرابي في اي دايرة كهربية بيساوي حاصل ضرب شدة الطيار اللي برمزله بالرمز اي اللي بقسه بالامبروميتر في المقاومة ار اللي بقسه بالقوم يبقى انا لو ضربت المقاومة في الطيار يديني فرق الجهد تعالوا بقى نشوف الرسمة الجميلة دي اللي الراجل حطها لي وقال لي ايه بقى? اللي فات ده كله الرسمة دي بتخلصوا لي كده في صورة كاركاتورية جميلة جدا. عامل لي هنا ايه? ادي الجهد هوت. هنا الطيار. مين بقى اللي رخم اللي اللي معكر صفوهم عم مين القوم? هنا الجهد بيبزل مجهودة هو شايفين يعني بيزقف مين? برافو عليه في الطيار. والطيار ده عبارة عن ايه? عبارة عن عن سيل او بيسموه كده. سريان معدل سريان الشحنات في السيل. عمال يجرى هوت عايز يعدي. والمقاومة ربطة عليه. كل ما المقاومة بتزيد كل ما الطيار قيمته بتقل وبينهج. وزا ما انتم شايفين كده هو الراجل مش قادر يعدي. والجهد بيبزل مجهود معه عشان يعديه. يبقى اما اجا اقول لك عرف الجهد من الرسمة ديت هو الشغل المبزول عشان ينقل الشحنة اللي رأده ده هيت من مكان لمكان تاني. طب الطيار هو معدل سريان الشحنات في السيل. يعني كم شحنة هتعدي في الثانية الواحدة. المقاومة بقى هي اللي بتحدي من شدة الطيار. حتى الراجل سمهانا هنا رسمة ايه. يعني حاجة بتخوف كده. ان المقاومة ده هيت لما بتتحطي في الدائرة الكهربية بتحدي من شدة الطيار. ولا غنى عن الدائرة الكهربية. عن التلات عناصر دول اللي هم متماسكين كده زيتهم وجيري كده مع بعضهم على طول. نقر ونقير المقاومة معاهم. المقاومة ده هيت هي الحكم. وهي الفايصل للطيار. عايز اتعدي طيار كبير. يبقى كيمكن متى خفيفة. الضغط بتاع الحبل دوت يكون خفيف. فالطيار يعدي بسهولة. لو انا عايز اخلي الطيار يمشي كده يعني ايه زي الالف زي ما بقول كده. ويمشي على قده. بضطر اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه. كل ما بضغط على الطيار المقاومة بتزيد والعكس. طيب. شوف بقى اللي بعد كده بيقول لي ايه? بيقول لي فرق الجهد الكهرابي في اي دائرة بيساوي شدة الطيار في المقاومة. وراح جاي عامل لي بقى من هنا تلات مسلسات. المسلس الاولاني ده هوت اقدر احسب منه الجهد لو انا ضربت الطيار في المقاومة. طب لو عايز احسب الطيار اقسم الجهد على المقاومة. ولو عايز احسب المقاومة اقسم الجهد على الطيار وخلوا بالكم الوحدات. لو انا هاجيب الجهد يبقى الناتج لو ضربت طيار في مقاومة يطلع الناتج بالانبير. لو انا عايز اجيب طيار هاقسم الجهد على المقاومة هيطلع الناتج بالانبير. هنا هيطلع الناتج بالانبير. هنا الجهد الكهربائي بتقس بالفولت. هنا الناتج هيطلع بالامبير. لو انا قسمت الجهد عالطيار هيطلع الناتج بالقوم. يبقى انا كده عندي ثلاث صور من صور تعبير القانون المسلس ده هو. زي ما اخدنا كده في الاعداية دي. لو انا عايز احسب الجهد اضرب الطيار في المقاومة. لو انا عايز احسب الطيار اقسم الجهد عالمقاومة. لو انا عايز احسب المقاومة اقسم الجهد عالطيار. ودي اول مسألة هاجنة في الامتحان هيقول لي احسب الجهد او احسب الطيار او احسب المقاومة بس شرط رأس المسلس لو موجودة هيبقى مدين ضلعين معاهم وعايز المجهول يبقى لازم يكون مدين اتنين وعايز التالتة ومن هنا اول مسألة بالجنة في الامتحانات اللي هي مسائل على قانون قوم وبيقول لي بقى ايه المسائل دي بتبقى موجودة عندنا وممكن يعمل لي عملية ربط بين القانون قوم وقوانين كورشوف وقانون سيفنين اللي هناخده ان شاء الله بعد شوية العوامل التي تتوقف عليها مقاومة الموصل اتفاقنا مع بعضنا ان المقاومة دهيت هي بتحدي من شدة الطيار بس فيه تلات حاجات بتفرق قيمتهم اوي اوي لما بيكونوا موجودين زي ايه يا مستر رقم واحد نوع مادة الموصل المادة اللي مصنوع منها السلك النحاس يختلف عن الالمونيوم والالمونيوم يختلف عن الدهب والدهب يختلف عن الفضة كل موصل مصنوع من مادة معينة له مقاومة نوعية معينة برموز لها بالرمز اللي عمل زي البي دهوة بس بقول عليها رو ورو ديت مقاومة نوعية وتتناسب تناسبا ترديا مع مقاومة الموصل يعني كل ما مادة الموصل او المقاومة النوعية تزيد قيمت الموصل تزيد برافو عليكو قالت المقاومة ايه يبقى المقاومة هنا اللي هي النوع مادة الموصل ده ايه تتناسب تناسبا ترديا مع مقاومة السلك يعني كلما زالت المقاومة النوعية لمادة الموصل كلما زالت مقاومته وزلك عند ده ثبوت مين بقى برافو عليكم طول السلك ومساحة مقطعه يبقى رقم اتنين على طول في العوامل طول الموصل طول الموصل انا برموز له بالرمز ال وبرضو نفس الكلام يتناسب تناسبا ترضيا مع المقاومة يعني كل ما السلك طوله بيزيد كل ما المقاومة بتزيد يعني انا لو عندي سلكين واحد ميت متر والتاني خمسين متر مين مقاومته اعلى برافو عليكم الميت متر لان انا عندي قاعدة بتقول لي طول السلك لو زاد مقاومة السلك تزيد والعلاقة هنا علاقة ترضية رقم 3 بقى على طول بقى عن نقيدة على طول ده بقى خلف خلاف مساحة مقطع الموصل برموز له بالرمز ايه سمول بيقول لي بقى مساحة المقطع دي تتناسب تناسبا عكسيا مع المقاومة بمعنى ايه مستر يعني السلك ده هوت لو سمكه رفيع مقاومته تبقى كبيرة جدا والعكس لو السلك ده هوت مساحة مقطعه كبيرة يبقى مقاومته صغيرة جدا لان انا عندي قاعدة بتقول لي ان مساحة المقطع تتناسب تناسبا عكسيا مع مقاومة الموصل. يبقى هطلع من هنا بكومنت. ايه العوامل اللي بتوقف عليها مقاومة السلك? تعالوا كده نقولهم في قانون بقى كده. ان مقاومة السلك لو عايز تحسبها في اي دائرة كهربية اضرب طول السلك. اللي هو طول الموصل ال. في المقاومة النوعية اللي انا قلت عليها رو. والاتنين دول بيتناسبوا طردي. واي حاجة طردي بتتناسب تناسبا طرديا بتحطي في البسط. واي حاجة عكسي بحطها في المقام. يبقى مساحة المقطع دي على طول كده حتى انا لو نسيت اعرف ان مساحة المقطع تتناسب عكسيا مع مقاومة الموصل. فهنا بقى انطبق الرموز اللاتينية اللي عندنا. هقول له ار اللي هي المقاومة. بتساوي رو اللي هي المقاومة النوعية. في طول السلك اللي انا بسميه ايه? على مساحة المقطع ايه? طب لو المسألة جاتني يا مستر كده مباشرة انا حيلاها على طول. هتأكد الاول ان طول السلك يا اولاد برافو عليكم بالمتر. زي ما اخدنا في مسألة قبل كده. ورو ده هي تكون بالقوم في كل متر. ومساحة المقطع لازم تكون بالمتر المربع. يبقى انا ما عنديش مساحة بالسانتي. لازم تكون متر مربع. اتأكد ان المساحة بتاع المقطع متر مربع لانها مساحة. طول السلك اتأكد بدل ما هو سانتي او ملي. لازم يكون بالمتر. ورو كده كده مقاومة نوعية قوم في متر. هنا اتأكد ان وحداتي تمام يطلع النتج بالقوم. ودي تعتبر برضو من تاني مسائل اللي بيجينا في الامتحانات بعد مسائل قوم. طب يا مستر. تعال بقى طبق لنا بعض المسائل علشان نكون احنا داخلين الامتحان لان الجزء ده متغطاش كويس. فعايزين نغطيه النهاردة مية مية عشان احنا خلاص امتحاناتنا شغالين فيه. بيقول لي ايه بقى سلك طوله متين سنتي. ومقاومته النوعية اربعة قوم لكل متر. مساحة مقطعه نصف متر مربع. احسب مقاومته. هنا هبص للمعطيات. اول حاجة برافو عليك يسامع بنت شطرة بتقول لي يا مستر المتين سنتي ده همت لازم يقوم متر. فاقسمهم عالمية عشان السنتي اقسمه عالمية يتحول لمتر. فاول حاجة هعملها هقسم المتين ده همت عالمية عشان اخليها من سنتي متر لمتر. مقاومته النوعية اربعة قوم لكل متر دي براءة مشاجهة متة. مساحة مقطعه نصف متر مربع. فدي برضو تمام زي الفل. احسب المقاومة. لسه المستر قيل لنا دلوقتي من شوية. يبقى انا اول حاجة هطلع على المعطيات. اللي بتساوي امتين سنتي. لما قسمتها عالمية طلعت اتنين متر. المقاومة النوعية روب اربعة قوم في متر لكل متر لكل متر. عند المقاومة المساحة المقطع نصف متر مربع. والرجل هنا مديني البيانات تمام زي الفل. هروح جاي له بما انه. رو بتساوي. او ار بتساوي. رو في اللي على ايه? هشيل رو وحط قيمتها اربعة. اشيل اللي بعد ما حولتها المتر احطها اتنين. اشيل ايه مساحة المكتب احطها بنص. اشتغل بالالة الحاسبة بتاعتي. يطلع الناتج اربعة قوم. ودي اول انواع المسائل. طب يا مستر مش ممكن يبقى في المسألة دي لعبة شوية. اه ممكن. ممكن اديك المقاومة باربعة زي ما اتطلعناها. واقول لك هات رو وديك اللي وديك ايه? هتطلع رو برا وتضرب طرفين في وسطين برافو عليك. هتضرب ايه? في ايه? هتضرب رو ايه? في ايه? على ايه? وتطلع رو. طب لو عايز ايه يا مستر نفس الكلام برضو. هتطلع ايه لبرا? واضرب ايه? واقسم على رو. طب لو عايز ايه? هتطلع ايه برا ودخل ار مكانها. هيبقى ايه? في ايه? على ايه? ايه? رو في ايه? على ايه? بيبقى انا عندي من هنا برضو ممكن تيجي اكتر من صورة. قال لي احسب المقاومة عرفت بتيجي ازاي? لو قال لي رو طلحها برا واضرب طرفين في وسطين. طلع ايه لنفس الكلام طرفين في وسطين? ايه? هتطلحها بس لو قال لك هات ايه? اللي هي مساحة المقطع? طلحها برا ودخل ار مكانها. ومن هنا اقدر اقول ان انا ممكن في الامتحان اطلب منك مقاومة او مساحة مقطع او طول سلك او مقاومة نوعية. بس شرط هبقى مديك المعطاة كاملة مع ده العنصر المفقود او العنصر اللي مش موجود. طيب يا مستر. تعالوا بقى كده نشوف قانون قوم ده هوت اللي خدناه في اول الحلقة. تطبيقات صغيرة كده عليه. ان الجهد بيسوط طيار في المقاومة. تعال كده بيقول لي ايه الراجل? بيقول لي ما هي القوة الدفعة الكهربية. واحنا فينا من كده. ما هي القوة الدفعة الكهربية ديت ايه? برافو عليكم. احنا اتفقنا ان القوة الدفعة الكهربية زيها زي الجهد بالزبط. هي البطارية. والبطارية ده هي مقاومتها الداخلية بنص قوم. لعشان يمر فيها طيار ستة من عشرة امبير في دايرة خارجية مقاومتها اتنين قوم. هنا اداني مقاومتين واحدة بنص قوم. والتانية باتنين قوم. والداني شدة الطيار. وعايز القوة الدفعة الكهربية. برافو عليكم. الكلام ده احنا قطعنا فيه شوت كبير اوي هنا ما اتكلمنا مع بعض. فاسيات لن الهندسة الكهربية قلنا القوة الدفعة الكهربية زيها زي الجهد بالزبط. يبقى الجهد بيساو ايه? الطيار في المقاومة. بس انا هنا عندي كم مقاومة? برافو عليكم. مقاومتين. واحدة داخلية واحدة خارجية. هجمحهم مع بعض. واللي اطلع اضربه في ستة من عشرة. يديني القوة الدفعة الكهربية اللي انا بسميها ايه? تعالوا كده نشوف حلها ازاي. قال للقوة الدفعة الكهربية ايه بتساوي? الطيار في المقاومة. زي الجهد بالزبط. طيب. الطيار والمقاومة هنا عندي نوعين. مقاومة خارجية هسميها ار. والمقاومة الاولانية وحط مكانها اتنين زي مرتلك شل المقاومة التانية وحط اتنين ونص والطيار اللي كان ماشي في الدايرة بستة من عشرة درب ده بقال حزبة بعد ما خلصها جامع الاتنين دول اللي طلع دربه في ستة من عشرة طلع الناتج واحد ونص فولت ودي قيمة القوة الدفعة الكهربية او قيمة الجود على اطراف البطارية طي مسألة تانية بيقول لي وصلت مقاومة مقدارها اربعة اوم بمنبع قوته الدفعة الكهربية اتنين واربعة من عشرة فولت يبقى هنا ادا عن المقاومة بأربعة اوم والداني المنبع اللي هي القوى الدفعة الكهربية اللي هي الجهد ب salvageirs فكان فرق الجهد بينها طرفـتج المقاومة اتنين فولت بقى هاد خلو بالكم بقى هنا ادا عن جهد والداني قوة دفعة كهربية عايز يحسب شدت الطيار وعايز يحسب المقاومة الداخلية طيب تعالوا بقى بينا كده نشوف الراجل حالي المسألة دي ازاي ايه هنا قال لي بما انه برضو الكوات الدفعة الكهربية بتساوي الطياره في الامقاومه طيب هو أداني الكوات الدفعة الكهربية en كام برافو عليكم اتنين والطيار المقاومه الدانيه بارباعة عايز يحسب الطيار يبقى بناءا عليه الطيار بيساو البعيد على القريب يبقى اتنين على الاربعة فيها النص ايطلع النتج نص 게مبير ودي اول حاجة يبناها الطيار طيب المطلوب التاني عايز يحسب المقاومه الداخلية لان عندي قانون実ا يعودين من شوية بيقول ان الجهد او القوة الدفعة الكهربية بتساوى عاصل ضرب الطيار في المقاومة قدام الدنم قومتين واحدة داخلية واحدة خارجية باجمعهم الاثنين كده في القوس اللي انتو شايفين ده هو واللي يطلع عضربه في الطيار هو هنا انا عندي القوة الدفعة الكهربية وعند الطيار وعند المقاومة الخارجية بس ما عنديش المقاومة الداخلية هقدر اجيبها؟ اه طبعا يا مستر شو للرياضة على طول هشيل القوة الدفعة الكهربية حط مكانها اتنين واربعة من عشرة. هشيل الطيار وحط مكانه نص امبير. المقاومة الخارجية باربعة. الداخلية بار. هضرب طرفين فوسطين. وشغل البعيد على القريب. يطلع الناتج بتمانية من عشرة قوم. وبكده انا اكون غطيت لك الكوة الدفعة الكهربية اللي هي زيها زي الجهد. زي الطيار. لان انا طبقت قاعة لتقوم اللي بتقول لي ان في اي دائرة كهربية الجهد بيسوى حصل ضرب الطيار في المقاومة. ومن هنا اشتغلنا برضو اكتر من صورة. مرة ضربت الطيار في المقاومة ومرة ضربت الطيار في مجموع المقاومتين. ومرة اثمت الجهد على الطيار عشان اجيبت المقاومة. ومر أثمت الجهد على المقاومة عشان اجيبت طيار. ودي تلات صور التلات مسلسات اللي احنا اخدناهوا من شوية. طيب. عنوان بقى بيقابلني كتير اوه في اساسيات الهندسة الكهربية اسم المقاومات. المقاومات هنا هنتعرض لجزء صغير منها كده اسمها ايه بقى المقاومة ديت. تفقت مع معاكم في اول الحلقة ان المقاومة دي عبارة عن حاجة كده بتحدي من شدة الطيار. المقاومة ديت مفيش برضة في اي جهاز كهرابي سوار سيفر او كمبيوتر او لاب حتى الموبايل اللي معنا. الا ما في مجموعة مقاومات ومجموعة مكسفات ومجموعة كبيرة او او من دوار التوحيد اللي هي الاي سي والحاجات دي كلها اللي هنتعرض لها ان شاء الله بازن الله في الترمي التاني. ترمي الاولاني انا عايز ابنيك في في القدرة او اخلي عندك بناء داخلي كده ان انت هتقابلك حاجات كتير اوي اوي زي المقاومات كده. المقاومات ديت هتلاقيها كده اشكال والوان هتلاقي منها الخضرة منها الحمرة منها السفرة منها الزرقة منها الملونة اللي فيها حلقات كده حلقة بيضة حلقة خضرة حلقة رصاصي حلقة بنفسجي قال له يا مصر يا الحاجات دي كلها اتعرضنا ليها اه بس النهار دا انا احط زبطات كده معينة عشان ان شاء الله لما نخش الامتحان ما نصدمش ليه ما نصدمش لان المقاومات كتير جدا انا عايزك بقى النهاردة تلخصهم معايا في جذوى صغير ان المقاومة اصلا هي تعريفة ايه بتحدي من شدة الطيار وشوفنا الرسمة وهي زنق الطيار والجهد بيزق المقاومة بتقاس بالقوم تمام كده طب المقاومات دي انواع اقل المقاومات دي لما جاء فناتها كده واقسمها بعملها زي الشجرة كده الشجرة دي عبارة عن مقاومات سبتة ومقاومات متغيرة عشان المصطلح ده ما كنا في الحلقات هنا وضحناه اكتر واكتر قلنا المقاومة السابتة دي قيمتها سبت يعني مكتوب كده عليها الف اوم يبقى خلاص براءة هي دي الف اوم مش هينفع اخد منها او اخد منها اكتر اما المقاومة المتغيرة بيبقى لها رنج معين او تدريج معين اخد اللي انا عايزه منها يعني المقاومة دي مسلا بيقى مكتوب عليها كده من صفر الالف مسلا لو عايز مية اقدر اخد مية هوقف المؤشر على مية واسحب المية عشان كده ساموها مقاومة متغيرة يعني القيمة بتاعتها متغيرة اقدر اعلي فيها واقدر اوط فيها ودي بنشوفها في حاجات كتير جدا زي التحكم في درجة الحرارة زي التحكم في درجة الصوت لو انا عندي مسلا الشاشة اللي قدامي وانا بعلي كده التلفزيون او وطي لو المقاومة اللي في الداخلية بتاع التلفزيون ده سابتة لا هيعليه ولا هيوطي لكن ده انا بتحكم بقى عايز عايزة عاليه عايزة وطي عايزة اقلب القناة الاولى القناة التانية القناة التالتة دي بتاعت انا بمزاجة انا فالمقاومة هنا ايه متغيرة اقدر اخد القيمة اللي انا عايزها نفس الكلام برضو في المكيف او التكيف اللي عندي اقدر اخلي درجة الحرارة على اتنين وعشرين على تلاتة وعشرين على خمسة وعشرين دي براح تانا بقدر بتحكم في الدرجة الحرارة فينا العملية مارنة لو انا بقي حاطت مقاومات سابتة استحاله اغير قيمة المقاومة او استحاله غير درجة الحرارة او استحاله غير درجة الصوت عشان كده المقاومات المتغيرة لها استخدام معين والمقاومات السابتة لها استخدام معين واتفأنا واتفأنا وهنفضل نتفق مع بعضنا ان المقاومة اصلا في الدارة الكهربية بي pied chaud من شدة حركته او بي حدي من شدة تجاهه بتحجمه شوية بتحطه في مكانه الطبيعي لو هي كعبها عالي وكبير عنه لكن لو هي صغيرة الطيار يتنطط والطيار يبقى كبير جدا ويبقى عالي جدا لان المقاومة صغيرة فالطيار يبقى ليه ايه بقى فرصة يفرد فرصة يشتغل فرصة يجري فكل ما المقاومة زادت كل ما الطيار قال مع ثبوت اللي احنا اتفقنا عليه بطول السلك ومساحة مقطع السلك تعالوا بقى كده نشوف الاول المقاومات اللي عندنا اللي لسه السنة دي قد ايه ونحي الجدول اللي قدامنا ده هو بيقول ليه انواع المقاومات عندي مقاومات اللي احنا قلنا عليها مقاومات خطية ومقاومات غير خطية والمقاومات الخطية لما اجي قسمها بقول مقاومات سبتة ومقاومات متغيرة لما اجي فنبقى المقاومات السبتة اقول ايه مقاومة سلكية مقاومة كربونية مقاومة فيلمية يبقى المقاومات السبتة كده سلكية وكربونية وفلمية وكلمة سلكية يعني مصنوعة من السلك كربونية مصنوعة من الكربون فيلمية أو غشائية بتبقى مصنوعة من مادة كده ومبطنة بالكربون من برة والمقاومات المتغيرة عندنا برضو منها السلكية ومنها الكربونية وكلمة متغيرة يعني متغيرة مع الضغط ومتغيرة مع درجة الحرارة والمقاومات المتغيرة زي الفلسطور اللي احنا قلنا عليه بقى اللي هي مقاومات المعامل الحراري الموجب ومقاومات المعامل الحراري السالب اللي هي ال NTC والBTC ودي استخدامهم كتير جدا وزا ما خدنا مثال كده في الحلقة اما اشتغلنا على المقاومة ده هي قلنا دي بتبقى موجودة فين في الانبير بتاع العربية لما اعرف ان الانبير عيلي او في العربية بيديني كده مؤشر في الطبلوه بتاعي يقول لي ايه الانبير بتاعك خلي بالك بيعلى مين بقى اللي قاله المؤشر ده يشتغل المقاومة دي لاننا عند المقاومة دي منها اللي بيزيد مع درجة الحرارة ومنها اللي بيقل مع درجة الحرارة يعني في مقاومات عندنا لما بتتحط في درجة حرارة عالية كون منتها بتقل فتشغل المؤشر او تشغل الجزء المطلوب بإثباته اما في مقاومات تانية لو انا حطيتها في مكان درجة الحرارة في قلت هي تزيد جدا يبقى هنا في مقاومات تتناسب طردي مع درجة الحرارة وفي مقاومات تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة المقاومات دي بيسموها مقاومات الموجبة واللي هي ذات المعامل الحراري الموجب البي تي سي والمقاومات ذات المعامل الحراري السالب اللي هي الان تي سي وديت من اشهر انواعها اللي احنا قلنا عليها كده بتحدد لك درجة حرارة المية بتحدد لك درجة حرارة الانبير بتاع العربية عالي او انخفض كل المقاومات دي بتتحطي في اماكن بتتغير بتغير درجة الحرارة طيب المقاومات وعرفنا كيمتها وعرفنا الوانها وعرفنا بقى نوحها خدنا حلقة كاملة هنا لما كنا بنتكلم على قود الشفرة بتاع الالوان من شوية كده قلت لك ان ممكن تجي لك مقاومة ملونة فتلت اربح حلقات كده حلقة ده بيه حلقة خضرة حلقة حمرة وقول لك احسيب لقيمتها هو انا فيها من الكلام ده يا مستر اه فينا من الكلام ده انت راجل ممكن تبقى فني في شركة او فني في مصنع ويقعد دمك بردة والبردة ديت مجموعة الوان في المقاومة هتقول له انا مش عارف كامتها لازم تكون عارف شفرة الالوان وخدنا مع بعضنا جدوى الالوان ده هو تقادي الشفرة هي تقادي الالوان بتاعتك ممكن يكون اللون ده هو تحمر اللون ده هو بنفسجي اللون ده هو اخضر اللون ده اما ممكن يجي لبقى هنا الخانة ديت يا اما دهبي يا اما فضي يا اما فضية من غير لون يعني يا مصطر الخانة دي سابتة دي الوحيدة بقى اللي سابتة لكن الالوان اللي انت شايفة هنا متغيرة يعني يحطي الألوان زي ما هو عايز عندنا عشر ألوان بيلعب فيهم الراجل لكن اللون ده هو تلت ألوان بس بيسموها درجة التفاوت بتبقى دهبي أحطي 5% يعني درجة التفاوت في المقاومة ده إيه دهبي يبقى 5% لو لو لقيتها فضي أحطي 15% لو لقيتها من غير اللون يعني فاضية أحطي 20% وده الوحيد اللي أنا أرقامه عرفها لكن الألوان دي بقى بعرفها إزاي فيه كلمة كده أخدناها هنا وعادنا نضحك عليها في الحلقة اللي هي إيه أنا عندي الألوان متفنطة بالترتيب كده أسود بني أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق بنفسجي رماضي أبي دول الألوان العشرة اللي موجودين في أي مقاومة هتجيلك ممكن يجيلي منهم أربعة ممكن يجيلي منهم تلاتة ممكن يجيلي منهم خمسة حسب ما يبقى الدين المقاومة كل لون من دول بياخد كود الكود بتاعه إيه يعني الرقم بتاعه يعني أنا لو لقيت الخانة أسود تاخد صفر لو لقيت الخانة بني تاخد واحد لو لقيت الخانة أحمر تاخد اتنين وأها كذا لغاية لما وصل عند رقم تسعة طب يا مستر الكلام ده هو نحفظه إحنا لسه عندنا خمسة عشر سنة أو أربعة عشر سنة والحفظ عندنا برضو يعني هفضل كده حفظ الألوان دي لغاية لما خلص فيه كلمة كده لمة الكلام ده كله قلنا عليه هنا سنحرص خزن ميب كلمة سنحرص خزن ميب خدنا من كل لون حرف وكل لون من دول خدت منه حرف يعني الأسود خدت السين تعالوا كده نشوفها تاني الأسود ده هو خد السين البني خد النون الحا جهم الأحمر البرتقالي خدنا الره الأصفر خدنا الصاد الأخضر خدنا الخاء الأزرق خدنا الزيت البنفسجي خدنا النون الرمادي خدنا الميم يعني خدنا الحرف الثاني من كل لون وهنا بقى كلمة سنحرص خزن ميب ديت بتفكلك أي شفرة ألوان ده كود بقى بتاع الشفرة مساعد كده يقول لك إيه القناة دي مشفرة بس أنا جبت شفرتها وفكتها أهو نفس الكلام كده أنا فكت شفرة الألوان عن طريق إيه بقى هكتب الكلمة دي قدامي ووزع على كل حرف من الحروف ده يعني السين أحطه فوق أصفر بالألم الرصاص كده والواحد أحطه قدام البني والأحمر أحطه فوق اتنين لغاية لما خلصت تسع أرقام بالصفر يبقى كلهم كام رقم برافو عليك وعشر أرقام بعشر حروف ومن هنا بقى يجيب لي أي مقاومة تعجبك طب يا مستر أحلها يمين ولا أحلها أشمال عشان نفك المعضلة ديت تعالوا كده نشوف المثال التطبيق ده بيقول ليه بيقول لي أوجد قيمة المقاومة علما بأن الألوان التي عليها بشتغل بقى مليمين الأحمر أولي وبعد كده أحمر كمان وبعد كده بني وآخر اللون اللي قلت لك عليه ده سابت يا إما زهبي يا إما فضي يا إما يعملي بدون لون اتفقت معاك إن دي حاجة عندنا في المقاومات اسمها نسبة التفاوت أو درجة التفاوت تعالوا كده بقى نطبق كلمة سنحرس خزم مب هتلاقي كلمة سنحرس الحادة هيت هتلاقي الأسود خد صفر البني خد واحد الأحمر على طول وراهم خد رقم اتنين هنا هحط اتنين وحط هنا اتنين وحط في البني هنا واحد يبقى اتنين اتنين واحد طب يا مستر هل كلامك كده خلوا بالكواب تعالوا بقى كده شوف الأحمر زي ما قلت لك خد اتنين والبني خد واحد والدهي بدرجة تفاوته سابتة كام خمسة في المية المقاومة دي أصلا أحل لها ازاي الحلقة الأولانية كتاحمر برافو عليكم فخدت رقم اتنين والحلقة التانية برضو كتاحمر فخدت رقم اتنين الخانة التالتة او الحلقة التالتة كان لون هابني فخدت رقم واحد هنا بقى الحلقة التالتة ما بحطش الرقم بحط عدد الاصفار برافو عليكم يا مستر ايوا كده انتو فاكين الكلام ده كويس تاني واحدة واحدة كده عشان نفهم اللون الاولاني كان اسمه أحمر فخدت رقم اتنين لأنه في ترتيب الجهد والرقم اتنين وبرضو قال لي الخانة التانية أحمر فخدت رقم اتنين الخانة بقى التالتة هنا اللي هي رقم 4 بعد التفاوض دي الخانة الوحيدة اللي ما بحطهاش أرقام زي الأحمر هنا 2 لا لو حطيه لي هنا البني 1 أحط 0 طب لو قال لي أحمر برضو أحط 0 2 طب لو قال لي بنفسيجي أحط 5 أرقام بلينه رقم 5 فبياخد 5 أصفار فالخانة الثالثة هنا اللي على إيدي اليمين ده هي اللي هي أول خانة من إيدي اليمين مش من إيدي الشمال بتاخد أصفار يعني إيه أصفار يا مستر يعني لو البني دهوت رقم 1 أحط 0 1 ولو لون تاني رقم 9 أحط 9 أصفار ولو اللون تقرر في الخانة ده هي بياخد رقم يعني إيه وقال ليكم مثلا المثال ده هنلعب فيه شوي هو الأحمر أحمر أحمر فالأحمر الأولاني خد 2 والأحمر الثاني خد 2 الأحمر هنا بقى أحط برافو عليكم صفرين لإن اللي عندي الخانة الثالثة اللي هي على اليمين ده هي تقاول الخانة على اليمين بدل ما بيتحط أرقام بيتحط صفار كده نفك شفرة أي مقاوم مجيلي في الوارشة في المصنع في المدرسة في أي حتة عن طريق كلمة سنحرس خزن مد هتب الحروف وعلى كل حرف أحط الرقم واروح بقى شايف الأرقام إيه أول 3 خانات بعد علامة التفاوت الخانة الأولانية بتاخد رقم الخانة التانية بتاخد رقم الخانة التالتة الوحيدة اللي بتاخد أصفار ما بتاخدش أرقام ودي اتفاق مع بعض كده إن شاء الله لغاية لما نخلص بالسلامة كده سنة أولى وسنة تانية وسنة تالتة طيب تعالوا بقى نتنقل لحاجة تانية التوصلية ووحدات عندنا حاجة اسمها المقاومة عكسها على طول حاجة اسمها لإيه التوصلية يبقى حاجة بتقاوم حاجة بتوصل يبقى المقاومة بتحدي من شدة الطيار يبقى التوصلية هي اللي بتوصل الطيار عشان كده قال لي إيه بقى المقلوب بتاع المقاومة النوعية المادة اسمه قابلية التوصيل الكهرابي للمادة زي ما اتفقنا كده المقاومة النوعية للنحاس غير الالمونيا التوصيلية بتاعتهم بقى بتختلف من معدن لمعدن يعني لو جينا صنفنا المعدن كده بلاقي الدهب التوب برقم واحد في التوصيل الكهرابي بس جبينه غالي التمن ما ينفعش عمل منه اسلاك بلاقي المرتبة التانية على طول فضة بلاقي المرتبة اللي بعد كده النحاس بلاقي بقى الالمونيوم بلاقي بقى السبايك نحاس مع الالمونيا السبايك ظهري مش عارف مع ايه كل دي مواد بتوصل كهرابي بس بتختلف درجة توصلها من مادة لمادة تانية فالتوصلية برمز لها بالرمز سجما زي داية اللي هي الستة المقلوبة وبتساوي واحد على روح يبقى سجما لو اطلبت مني في الامتحان اللي هي الستة المقلوبة دا هيت او قال لي اوجد التوصلية الكهربية بقلب اللي بجيب المقاومة النوعية واشقلبها اقول مقلوب المقاومة النوعية طيب الموصلية بقى الموصلية دي بقى عكس المقاومة نفسه هي مقلوب المقاومة الكهربية وهي مقضاء مغدرة المادة على السماع بصريان الطير الكهرابي وبيسموها G وبتساوي واحد على الاريب أنا عندي سيجما اللي هي 6 مقلوبة دي كانت مقلوبة التوصيلية الكهربية اللي هي مقلوبة المقاومة النوعية لكن G ده هي بيسموها الموصلية بتساوي واحد على المقاومة يعني لو طلب مني في الامتحان وقال لهات الموصلية هشوفه المقاومة بكام وحط واحد عليها يعني لو طلعت بخمسة او الواحد على خمسة لو كب اربعة يبقى واحد على اربعة والتميز بتاعها كلمة موه او يعني مقلوب مقلوب كلمة قوم كده بقول عليه موه طيب نخش بقى على حتة ثالثة في المانهاجنا اسمها الملفات الكهربية يبقى انا اتعرضت في الاول خالص على المقاومات واتفقنا مع بعضنا المقاومات يا مستر انت قلت ناشت التوصيل والتوالي والتوازي راجع بقى الحلقات اللي فاتت هتلاقينا اتكلمنا على التوالي والتوازي باستفادة وحلينا مسائل هنا كتير او 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 على حتة دي الجزئية النهاردة اللي انا بأكد عليها الحاجات المهمة جدا في الامثلة او في النظريات او في اللي بيسموها كده المعارف زي تعريفات زي يعني ملف يعني مقاومة طب المقاومات دي انواح ايه الحاجات دي عايزكوا تركيزوا او او عليها لان انت التلتل الامتحان بيبقى منها في المراجعة بتاعتي الملفات بقى دي هتقطع عشوط حلوة او او برضو معاني الملفات لما جناتكلمنا عنها وانا فيها حاجة اسمها الحس المتبادل او بيسموها الحس الذاتي وحس متبادل وده نظرية عمل وجد في المحولات الكهربية والملفات دي اختراع جميل جدا في الكهرباء زي المقاومة مكان لها دور في شبنها بتحد من شدة الطيار او تزودنا الطيار او تقللوا هنا برضو الملفات لها دور كبير جدا في الدائرة الكهربية الملفات دي اصلا بيسموها احمال حسية او احمال استنتاجية يعني الكلام ده هو يعني مفيش بيت عندنا لما فيه مطور مطور خلاط مطور المروحة مطور الغسالة كل المواتير دي عشان تطلع لك الحركة بعد ما تدها كهرباء لازم يكون في قلبها ملفات يبقى الملفات دي برضو عاملة كده طفرة كبيرة ومن هنا بقى جات فكرة التوأمة بين المغناطسية والكهربية اللي فات ده كان كله كهربية بحتة ان المقاومة دي عبارة عن غشاء او عبارة عن سلك او عبارة عن حاجة كده مسموعة من الكربون لها طرفين بوصلهم في الطائر الكهرابي دي حاجات كده ايه كهربية لكن الملفات لما دخلت عندنا دخلتنا في حاجة اسمها المغناطسية اللي هو التأثير المغناطيسي للطائر الكهرابي او التأثيرات الكهربية للمغناطسية اول حاجة بتقابلنا او اول عنوان بيقابلنا الملفات الملفات دي بنشوفها كتير جدا جدا عندنا كل بيت. زي ما قلت لك كده. الخلاب بتاعنا عشان يدور كده ويطلع سرعات لازم يكون في قلبه من جوا كده ما نفتحه في عضو ثابت وعضو داير اللي هي المبينة بتاع الخلاب كده زي المبينة بتاع العربية برضو تعم لفات. الملفات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلك نحاس. يبقى الملف ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلك. والسلك ده هو بقى ملفوف على قلب حديدي. يبقى الملف سميناه ملف ليه؟ لانه مصنوع من سلك والسلك ده مصنوع على قلب حديدي وساعات يكون القلب ده هوا يعني السلك كده عامل زي السوستة وتلاقي السلك مصنوع من النحاس والفراغ بتاعه هوا عشان كده عندنا الملفات قلب حديدي والقلب التاني اسمه قلب هوا وفيه قلب تالك كده اسمه قلب فريتات الفريتات دي مادة زي برادة الحديد كده بجيبها الريج بتاع الحديد كده او البراد بتاع الحديد او التراب بتاع الحديد كده اللي بينزل لما بجأ قطع حاجة بينزل كده زي نشرط الخشب برادة حديد كده بروح جاي حاط عليها مادة سمغية بتبقى اسمها الفريتات دي كلها قلوب الملفات او انواع القلوب ايه فبالملفات دي لما دخلت عندنا في الكهرباء عملت تفرف ايه يا مستر كل دوائر الموأمة والاتصال والسلكي واللاسلكية ونقل الاشارات الواي فاي ونقل الاشارات اللاسلكي في المرور ونقل اشارات المرور اللي من مكان لمكان كل ده اعتمل على الملفات الكهربية في نقل في نقل الحاجات دي كلها يبقى كل الملفات اللي انت شايفها وهتشوفها معها ان شاء الله كلها استخدمت في ايه في دوائر الارسال في دوائر اللاسلكي في دوائر الراديو والتلفزيون باستفادة في الملفات الخنقة اللي عندنا كل بيت برضه ازا ما قررت لك في الملفات الخنقة دي اللي هي موجودة عندنا في اللمبة الفروريسين اللي هي المئة وعشرين سنت ديت اللمبة ديت لو بتشغل على 40 واط مثلا او بتشغل على 20 واط حسب الكمية بتاعتها او حسب القدرة بتاعتها بيبقى فيه ملف خانق كده بيسموه ترانس الجماعة كده كارب بيقول لك ايه ترانس. لو الترانس هنا بقى الاسم المصطلح بتاعه ملف خارق. وظيفته ايه بقى? بيخمو الطيار عشان اللمبة تقيه. لان الطيار بقى جايك شديد قوة قوة عليها. فالطيار ده ما ينفعش اللمبة تشارع عليها على طول. فبيعملها عمية ايه? خانق للطيار اللمبة تشتغل استخدامته كتير جدا الملفات. فعمل الطفر قوي قوي زيها زي اشباها الموصلات لما اخترعوها كده او اختشفوها. الدنيا تغيرت خالص. التلفزيون بدل ما كان حاج مبير بقى حاج مؤد الكاف. وبقت الدنيا بتتغير بالكهرباء. طب تعالوا كده نشوف الملفات اللي احنا بندرسها في سنة اولى. ايه هي الملفات? ادي شكل الملفات اهي? دي بيسموها ملفات احدية. دي بيسموها ملفات ذاتة توصيلات متعددة. يعني اقدر اخد منها اختر من وصلة. وده الشكل التجاري بتاع الملفات اللي احنا بنشوفها في السوق. طب الملفات دي هي ايه? واستخداماتها ايه? وانواحه ايه? تعالوا كده الاول نتعرض على تركيب الملفات. اي ملفات بتتركب زي ما قالت لك من ملفات سلكية والسلكية تصنع من الحاس الأحمر المعزول. وبتكون اقترها مختلفة. منها التخينة ومنها الروفيعا. وقد تكون ملفوفها بعدد قليل من اللفات. يعني منها ممكن يكون عدد لفات قليلة. وممكن يكون عدد لفات كتير جدا جدا. جدا. وبتتثبت مع بعضها كده داخل بأول تركيب الملفات الملفات السلكية أو القلب السلك أو الملف السلك طيب اتنين بقى القلب قلنا بقى تختلف أنواع القلوب في قلب عندنا القلب الأولاني بيسموه قلب هواء وفي قلب تاني اسمه قلب من رقائق الصلب السيليكوني يعني مصنوع من الصلب في قلب مصنوع من مادة برط الحديد وفي قلب الفريتات اللي احنا قلنا عليه طيب يبقى القلوب كام نوع بقى قلب هوائي يعني القلب هواء قلب ركاق صلب سيليكوني قلب مصنوع من برط الحديد قلوب الفريتات طيب تعالوا بقى كده بينا نتعرض للقلب الهواء قلب الهواء يعني ايه قال لك الملفات تتلف على استوانة مفرغة يعني هجيب سلك كده زي السوستة ولفه على الفاضي فبيبقى القلب بتاعي مفرغ عشان كده سموه قلب هوا أو قلب مش موجود بس عبارة عن ملف على شكل استوانة مفرغة والاستوانة دي بيكون من الفيبر أو البيكالايت دي مادة بلاستيكية كده ثم تسحب وتسبت داخل الأوالد طيب يا مستر قلب الصلب السيليكوني من اسمه كده عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني وبتستخدم هنا رقائق ليه ما بعملوش ليه من حتة حيثة كده مجمدة كده قال لك لا بعمله على شكل رقائق عشان يقلل حاجة عندنا اسمها المفقيد المغناطسية أو الطيارات الإعصارية عشان كده ساعات يقول لك علل يصنع الملف من رقائق الصلب السيليكوني قل لي ليه عشان يقلل المفقيد المغناطسية أو الطيارات الإعصارية بين قصين كده أولاد ما يسخنش لأن القلب الحديدي التاع لو أنا جبت سطنبا كده زي قضيب السكة الحديد كده وحطيت عليه سلك هيشتغل وكل حاجة بس هيسخن بسرعة والمفقيد فيها تبقى كتير جدا لأنه قلب مصمت لكن لو أنا عملت شريحة ورا شريحة ورا شريحة زي شريح اللانشون كده بتاعتنا بل ايه يدينا حاجة اسمها ايه رقيقة فوق رقيقة فوق رقيقة زي الشطيرة كده أو الفطير فيدينا حاجة اسمها ايه تقليل مفقيد إعصارية تقليل مفقيد دوامية عشان كده القلب ما يسخنش وما يقديش إلى تلف الملف يبقى ده القلب المصنوع من ركاكل ايه الصلب السيليكوني طيب في قلبي بقى مصنوع من برط الحديد ومادة راتنجية يعني مادة كده زي السامغة أو مادة كده زي بتبقى راتبة شوية وذلك للسق البرادة وتشكيلها تابعا للشكل المطلوب يعني عايز ملف دائري يبقى دايرة عايز ملف مستطيل يبقى القلب مستطيل احط البرادة على شكل مستطيل واصب عليها المادة الراتنجية ديت اللي احنا بلو عليها مادة اللسق وديت برضو بتقلل المفقيد للنتجة عن الطيرات العصرية وده بتستخدم في يعني ايه بلو تصبح المقاومة القهربية للقلب ده بتبقى كبيرة جدا عشان كده القلب الحديد ده هو تيعتبر مهم جدا لانه بيقلل برضو الطيرات العصرية او المفقيد النتجة عن الطيرات طيب التالي بقى اللوب الفريتات الفريتات ديت هي مواد اكسيدية زيها زي المغناطيس بالزبط بس المادة ديت بتبقى بقى مصنفة بيبقى عندنا حاجة اسمها قابلية النفاذية عالية للمغناطيسية وفي قليلة وفي متوسطة فالفريتات دي مادة اكسيدية لها خواص مغناطيسية متشابعة زي الحديد بالزبط بس الفكرة كلها ان انا بستخدمها في الكتير او من الملفات اللي بتبقى على شكل وعاء مركب عليه غطى يعني تبقى عاملة زي الايه زي البرتمان كده وعليه غطى ده الشكل بتاعها خاصية الحس في الملفات ايه الحس ده احنا عندنا لما بيمر طيار قهربي في اي ملف حسي بيسبب فض مغناطيس اي طيار بيمشي في ملف بيتباع على طول فض ايه فض مغناطيس وفض المغناطيس ده هوت بيسموه حس ذاتي او معامل الحس الذاتي لنبر مظلوب الرمز ال وحدته الهنري هنا خلوا بالكو بقى في مسألة بتجي على الحتة دية تقول لك احسب الحس الذاتي عشان تحسب الحس الذاتي لازم يكون عندك قاعدة بتقول لك ايه ان عندنا حاجة اسمها الممنعة الحسية الممنعة الحسية ديت في عندنا معامل الحس الذاتي اللي انا هسميه ال وبتقاس بوحدة اسمها الهنري الجهد القهربي اسمه فيه التردد اسمه F فالطيار اللي ماشي في الدايرة ده هو بيكون مسحوب بالعلاقة الاتية ان ال V بتساوي وكلمة ومجا ديت بيسموها السرعة الزاوية في الفيزياء اللي هي 2 باي F يبقى كلمة ومجا هاشي لها وعوض مكانها ب2 باي F اللي هي السرعة الزاوية يبقى ومجا L بتساوي الجهد على الطيار لان انا عندي قاعدة بتقول لي ان انا لو عايز احسب الجهد او احسب المقاومة اقسم الجهد على الطيار ومن هنا قاعدة رح طلع الطيار ان انا نقسم الجهد على اومجا L وكلمة اومجا L دي هاشي الامجا وحط مكانها 2 باي F طيب تعالوا بقى نطبق مثال كده بيقول لي ايه بيقول لي احسب الممنعة الاستنتاجية لملف واحد من عشرة هنري يبقى الداني اللي بكام بواحد من عشرة هنري يعمل على تردد خمسين زبزب على الثانية يبقى الداني المعامل الحس L وداني التردد بخمسين انا عندي حاجة اسمها الممنعة الاستنتاجية برمز لها بالرمز XL برمز لها بالرمز ايه XL ففي قاعدة عندنا بتقول لي ايه XL اللي هي الممنعة الاستنتاجية بتساوي حاصل ضرب اتنين في باي اللي هي تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة في قيمة التردد في قيمة الملف اللي انا بسميه معامل الحس الزات شيل بقى حط يلا كده زي الشاطر هتشيل المقاومة بتاقي هتشيل الاتنين وتنزل بيها باي هتنزل بثلاتة واربعتاشر من مية التردد هتحط ما كانه خمسين اللي هي بواحد من عشرة شغل الاحاس بيطلع الناتج واحد وتلاتين واربعة من عشرة قوم ودي بيسموها الممنعة الاستنتاجية سامع بنت شاطرة كده هوات شاطر بقول لي يا مستر هي الممنعة دي زيها زي المقاومة برافو عليكم زيها زي المقاومة لان وحدة قياس الممنعة المقاومة بتاعتنا بتتقاس بالقوم والممنعة الاخرى بتتقاس بالقوم اللي هي العلامة بتاعته دي يبقى هفهم من هنا ان الممنعة دهية عبارة عن مقاومة في الدايرة الكهربية بيسببها الحس الذاتي اللي هو بتقاس بالهنري بس مصحوب بتردد معين ومصحوب بحاجة مهمة جدا ان الطيار المتغير لان الطيار المتغير اللي ليه تردد لكن الطيار المستمر مالوش اي تردد او تردد بتاعه مش موجود خالص ومن هنا هقدر اطلع بقاعدة ان XL بتسوي 2xFL طيب زي ما قلنا انواع القلب المغناطيسي او القلب الحديد اللي بيصنع منه الملف وقلنا اربعة قلب الفريتات هنتكلم النهاردة على انواع الملفات انواع الملفات عندنا من حيث التركيب اول نوع عندنا ملفات ذو القلب المغناطيسي السابت ملفات هي عبارة عن معامل حس الذاتي بتاعها عالي جدا وبتستخدم في دوائر التردد المنخفض وبيطلق على الملفات الخانقة اللي انا قلتلك عليها من شوية اللي هي موجودة في اللمبات الفروسين النوع التاني كده بسرعة اسمه او ده الشكل التجاري بتاعها او ده الشكل بتاعي في الرسم طيب بكده يكون وصلنا للمحطة الاخيرة في حلقتنا النهاردة عايزكوا بقى تركزوا في الامتحانات ان شاء الله الموضوع سهلي جدا رجعنا النهاردة على ما يقرب من 90% من الجزء النظري اللي ممكن يجي في الامتحان رجعنا قبل كده في حلقات سابقة على المسائل اعمل بقى مزيج كده من الاتنين حتى الحلقات كده من على اليوتيوب واشتغل وشوف الامتحان بيجي عامل ازاي ان شاء الله بازن الله مستقبل باهر مستقبل سعيد ليكم اترككم في حفظ الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم